دعني أعبر لك عن مكنون صدري أنا كنت متخيلة أنك أنت بشكلك ده أنك أنت عارف البني أدم الطبيعي قوي اللي هو يعني مش متغطي بقشرة المدنية قوي هو طبيعي جداً فبالتالي هو عصبي وهو عضل وهو أدوار ومخلياني حسن وأجريسف وكده وأعتقد الناس كتير ممكن تكون كتواخدة عنك فكرة أن عوض يعني وحش بقى المفترض لما عادت معاك دلوقتي اكتشفت قد إيه أنت يعني فكرك راقي جداً ودمث جداً وهادي في اللو بروفايل زي ما بيقولوا يعني يعني أنت موثل كويس قوي بدليل أنك أنت وصلت من أدوارك إحساس أنك أنت بس الناس يمكن ما شفتكش كتير على طبيعتك أو سمعت قراءك في الدنيا الحقيقية بالشكل ده إنت وإنت صغير هل أتخيل أن ولد شائعة فريط عقروط حاجات ولا مربي الفطنة والحكمة دي من بدري لا الفطنة والحكمة دي مع الخبرات والاحتكات بالحياة يعني لكن لا كنت طفل شائع أيوا ديني بقى أمثلة بقى أحب بس معانا شاء لا كنت شائع جداً بس كنت شاطر في الدراسة دي تركيبة يا جميلة اه تركيبة دي يعني بس كنت شائع جداً جداً يعني جداً بشكل إيه بدني مقالب خناءات في الشارع إيه كل حاجة بس خناءات أنا ما كنتش بتخنق جتير في الشارع لأنا طول الوقت كنت في حدة نار رياضي وإن أنا فدائماً بحجز ما بين في الخناءات لكن مش بخش أنا طرف في الخناء اه ممكن لو كنت بتخنق وأنا صغير في المدرسة ممكن لكن لما كبرت أصلاً ما شوف الخناءة دي حتى لو أنا قادر إن أنا أضرب بس الخناءة خلي بالك الضرب والمضروب ببهدله بتقلي هي بيته الاتنية بالزبط والرياضة خليتني إن أنا ما بحب الإيدي ما تبقاش هي اللي سابقة اه لأن أنت أول غير بيتخنق بيتخنق ليه ام يعني الفلسفة الخناءة ام أن أنت عاوز توري اللي قدامك أنت أقوى منه ام صح؟ تمام هو الخناءة كده أنا بتخنق معاك عشان أفرض سيطرتي عليك عشان أوريك إن أنا أقوى وإن أنا أغشم ام وإن أنا أعنف منك ام طب لو أنت عندك القناعة دي جواك ام مش تتخنق مش محتاجة تتخنق لأنها لو تخنقت هنا عبقى مفترك فاليفترة وحش ام فلا فما تخنقش طب لو غيرت على ياسمين هتخنق حتى تخنق لا هنا ما ده موضوع ده اه من أعرف ده قصة تانية ده هم 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 يعني طب إنت وإنت صغير مثلا ما غيرتش على بنوتة بتحبها ولا بتاعه وتخنقت ايوة الحاجات دي هنضرب فيها اه هم هنضرب فيها اه هنضرب يعني ياسمين هم هم لا انتو كبرتوا بقى دلوقت بس برضو يا هي هي معرضة ان حد يقوم مغتت ما هو مش هيحصل بقى عشان هي المرات عواطية اه ها لأ هنا المناطق اللي احنا منتكلم فيها دي دي مفاش العقل هيقطل فيها اه الحمي هي اللي هتغتك اه لكن احنا منتكلم في اخناقة تخصين انا ام مش حد مني ام تخصين ان انا صاحب القرار فيها لكن انت جيت على حد مني خلاص الموضوع هنا مفيش كلام يعني تتخنق مع اخوك؟ لا ما تتخنقش مع اخويا مصحنا اتنين اه انا انا واخويا اتنين ممكن نتخنق نشد في الرأي لكن هتخنق بالايد مع اخويا لا لا عمر لا لا اتخنق له اه حصل؟ يعني مثلا هو اه احنا صغالين اه طبعا اه اتخنق له بقاينة مع اي حد يخصك مراتك اخوك اختك اه هنا الموضوع هنا العقل بي يعني ميش عقل في الكلمة انا مش دخل اتكلم انا دخل اجيب حقه اه وبعدك انا اتكلم نشوف بقى تحل مع بعض بقى اه اجيب حقه وبعدك انا احل انا وانت اه لان انت خلاص انت تعديت على حد مني اه فليكن مثلا ان انت دايقت مراتي بكلمة اه مش اخش اتكلم معاك اخش اجيب حقه وبعدك انا اتكلم اه فأتراضيها وورا ديك انا بقى طب استنى بقى خليني خليني اختبر زكائك ماشي خلاص اقولك شوية اسئلة ويبقى اختبار في الزكاء ربنا اصطر بقى ايه الحاجتين اللي مستحيل تاكلهم عالفطار الطبيخ نو مستحيل في فزورة خلي بالك مش رأيك ماشي يعني اوه فزورة انت مستحيل تاكل ايه اصلا اه مستحيل ما تاكلش جبن ما تاكلش جبن عالفطار ما تاكلش جبن عالفطار تاكل ايه ااكل بيدو شفايان شفايان باللبن ولحم ولو في لحم اوه ماشي انا اقولك قصفة لحم حلوة اوه عالفطار بالعجوة ما تغشي شيني اجبت السؤال عشان